إن الحمد لله نحمدك اللهم ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك الخلق خلقك والأمر أمرك لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى من تكلم سمع الله نطقه ومن سكت علم الله سره ومن عاش فعلى الله رزقه ومن مات فإلى الله منقلبه يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلي ويرى وصول غذ الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقلي ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى عليك الله يا علم الهدى وتشرفت بقدومك الأيام واهتزت الأرواح من أشواقها وتشرفت بحديثك الأقلام اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم على فترةٍ من الرسل وانقطاعٍ من الأمل وانقطاعٍ من السبل طهر الله به الأخلاق من جميع الرذائل واستكملت به النفوس جميع الفضائل فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وأقام الله به الملة العوجاء جاء بالإيمان وبالإحسان وبالأخلاق جاء لعمارة الدنيا ولعمارة الآخرة وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا في عاجل أمرنا وفي آجله ومن الأمور التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بالحث على الأمانة وحذَّرنا من الخيانة وجاء القرآن يتلوه علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بالأمانة وفيه التحذير من الخيانة يصف الله عباده المؤمنين بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ويقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدُّ الأمانات إلى أهلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحببتم أن يحبَّكم الله ورسوله فأدُّوا إذا أتوا منتم واصدقوا إذا حدَّثتم وأحسنوا جوار من جاوركم ويقول صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدَّثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتوا منتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ويقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له يُبَيِّن الله تبارك وتعالى عظم الأمانة فيقول إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ولذلك من أهم الصفات التي يتصف بها المؤمنون الأمانة والمنافق والفاجر لا يعرف هذه الأمانة لفساد دينه ولفساد قلبه ولخبث طويته يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا ائت من خان وإذا وعد أخلف يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ومن الأمانة الأمانة في الوظائف الأمانة في الوظيفة التي يتقاضى الإنسان راتباً عليها والتي استعملته الدولة أو استعملته جهة أخرى للقيام بمهامه وبأداء تلك الأعمال عليه أن يؤدي عمله بالأمانة والصدق والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على هذا الجانب وعلى سلامة الوظائف العامة وعلى سلامة أموال الدولة وعلى سلامة الموظفين كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على أن لا يولي أحداً إلا من أهل الكفاءة والخبرة جاءه أبو ذر رضي الله عنه وأبو ذر معروف بإيمانه وصدقه وبحسن سيرته وباستقامته قال يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو ذر إنها أمانة يا أبو ذر إنك ضعيف يا أبو ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وأدى الذي عليه فيها أبو ذر معروف بإيمانه ولكنه ضعيف بإدارته وبقدرته على مهام الوظائف التي يطلبها فقال النبي له يا أبو ذر إنك ضعيف ضعيف في هذه الناحية وضعيف في هذا الجانب رغم إيمانك واستقامتك وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ويستحقها فعلا وأدى الذي عليه فيها هنا ينجو إنها مسؤولية ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع العمال الذين يرسلهم ويدقق عليهم ويحاسبهم صلى الله عليه وسلم ومن الأمور الخطيرة المدمرة هدايا العمال الهدايا التي تقدم للموظفين من المراجعين ويأخذها بعضهم جهلا بحكمها ولا يعلم بأنها حرام لا يجوز لأي موظف أن يقبل هدية من مراجع أبدا الدليل على ذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقات على جمع الزكاة فجاء هذا الرجل وقدم الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال منكم لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه وقال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول وقال صلى الله عليه وسلم أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك وفما دون ذلك وإن الغلول عار على أهله يوم القيامة ونار وشنار خطورة أن يقبل الموظف الهدايا من الناس في مقابل أن ينجز لهم أعمالهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا عيناه في وظيفة وحددنا راتبة أن استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول كذلك لا يجوز للموظفين أن يقدموا الهدايا لرؤسائهم هذا أيضاً أفتهل العلم بعدم جواز ذلك لما لذلك من آثار سيئة على بيئة العمل وكذلك من الخطورة الرشوة يتساهل بها البعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي وفي حديث آخر يقول لعنة الله على الراشي والمرتشي كل هذه أمور لا تجوز ولا تحل ومن الخطورة كذلك أن يتهرب الإنسان من عمله أن يأتي متأخراً وأن يخرج قبل انتهاء وقت العمل وأن يتقاعس في أداء عمله لا يريد أن تنقص الدولة من راتبه شيئاً فالواجب عليها أن يحرص على أن لا ينقص من حق الدولة شيئاً ولذلك قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أن يؤدي عمله بالأمانة والصدق وأن لا يغش ولا يمكر ولا يخدع يغيب عن عمله الأيام ثم يأتي بإجازة طبية مزورة لا يستحقها والطبيب الذي وقع معه مشارك له في هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ويقول صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار كذلك على المسلم أن يؤدي عمله بالدقة المطلوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقِنه على المسلم أن يحرص حرصاً شديداً على أن يكون مكسبه من الحلال وأن يبتعد عن الحرام وأن يسلك السبيل الذي يوصله إلى اكتساب الحلال وأن يعيش من الحلال دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق يوماً فوجد رجلاً قد حسن بضاعته وضع في أعلاها الجيد ووضع الرديء في الأسفل فعجب النبي بهذه البضاعة ولكنه عندما أدخل يده وجد الرديء فقال بيع هذا على حدة بيع الجيد على حدة وبيع هذا على حدة بيع الرديء على حدة من غشنا فليس منا ودخل مرة فوجد رجلاً يبيع طعام من الحبوب فأدخل النبي يده فوجد بللاً في الطعام بلل وجد النبي بللاً في هذا الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال فهل لا جعلته فوق الطعام ليراه الناس من غشنا فليس منا إنها مسؤولية عظيمة أن يحرص الموظف على أداء عمله بالأمانة والصدق وأن لا يعطل مصالح الناس وأن لا يغش وأن لا يخدع وأن لا يأخذ ما ليس له به حق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة يتصرفون في أموال المسلمين بالباطل ويرى المال العام غنيمةً باردة يُثري من ورائها نبَّهني الله وإياكم من نومة الغافلين وهداني وإياكم صراطه المستقيم أو كما قال أقول قولي هذا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ادعوا الله أن يُصلِح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين أجمعين الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدين أما بعد فالموظَّف الذي يتهرَّب من عمله ويتقاعس عن أداء واجبه والموظَّف الذي يأخذ ما ليس له به حق وتتطاول يده على المال العام يُثري من ورائه ويلعبُ به ويعبثُ به يُطعمُ نفسه ويُطعمُ أهله ويُطعمُ أولاده من الحرام وآكلُ الحرام تنتظرُه ثلاث عقوبات الواحدة منها مدمِّرة فكيف باجتماع الثلاث؟ الأولى أن الله لا يستجيب دعاء آكلُ الحرام لا يستجيب الله دعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يُطيلُ السفر يُطيلُ السفر أشعَثَ أغبَر يمُدُّ يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمُه حرام ومشربُه حرام وملبسُه حرام وغُذِّيَ بالحرام فأنا يستجابُ لذلك الثاني العقوبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يقبلُ صدقته لا تصدق لا يقبلُ الله صدقته لأن الله طيبُّ لا يقبلُ إلا طيبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جمعَ مالًا حرامًا ثم تصدقَ به لم يكن له فيه أجر وكان إصرُه عليه العقوبة الثالثة هو زادُه إلى النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحمٍ ودمٍ نبتَ على سُحْتٍ فالنار أولى به الحرامُ ينزعُ البركة من أهلك ومن أولادك ومن حياتك كلها يدمرُ الدنيا والآخرة أدِّي واجبك كما يجب وارض بما قسم الله لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورُزِق كفافًا وقنَّعه الله بما آتاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يا نفسُ توبي فإن الموت قد حانا وعصِ الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يومٍ لنا ميتٌ نشيِّعه نُحِّي بمصرعه آثار موتانا يا نفسُ مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنيا يا عريانا انتهب أحدُ الأدباء إلى قدوم الطفل للدنيا كيف قد قبض كفه وعند وفاته قد بسط الكف يقول وحد الأدباء يصور هذا المشهد فيقول وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليلٌ على الحرص المركَّب في الحي وفي بسطها عند الممات إشارةٌ ألا فانظروا أني خرجت بلا شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همَّة فرَّق الله عليه أمره وَجَعْلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عِينَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّةَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِرَاغِمَةً علِّقوا قلوبكم بالله وراقبوا الله تبارك وتعالى فإن الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوتوا ولكن قل عليَّ رقيبوا ولا تحسب أن الله يغفل ساعةً ولا أن ما تخفيه عنه يغيبوا أيها الموظف اتق الله في عملك وأدِّي واجبك ليبارك الله لك في راتبك وفي عافيتك وفي صحتك وفي أولادك وفي دنياك وفي آخرتك واحذر الحرام واحذر من التهرُّب ومن التقاعُس ومن التطاول على المال العام بغير حق عباد الله إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وارضى اللهم عن الخلافاء الراشدين الهدات المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن القرابة والصحابة والتابعين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاه أنت وليُّها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين والمؤمنات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل لنا من كل هم منفرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزُقنا من حيث لا نحتسب اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرى وهيِّئ لنا من أمرنا رشدا واهدنا سواء السبيل اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأنزل السكينة في قلوبنا اللهم يربي عافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين اللهم وفِّق أمير بلادنا لما تحب وترضى اللهم اتِّح بالصحة والعافية بطول السلامة اللهم اجعله هادياً مهدياً وهدي به يا رب العالمين اللهم وفِّق ولي عهده لما تحب وترضى اللهم اجعله عضُدًا لأخيه يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفِّق أولاة أمورنا لما تحب وترضى وفِّق أولاة أمر المسلمين أجمعين واجعلهم رحمةً على رعاياهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفَّ والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وبشماتة الأعداء اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعل حاضرنا خيرًا من ماضينا واجعل مستقبلنا خيرًا من حاضرنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يومًا نلقاك اللهم إنا نسألك عيشةً هنية وميتةً سوية ومردًا غير مخزن ولا فاضح اللهم صبَّ علينا الخير صبَّا ولا تجعل عيشنا كدَّا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تأيذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لأن لكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه كان غفارًا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستوى واعتدلوا تراصوا واعتدلوا سوصفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة حاذوا بين المناكب وسد الخلل الله أكبر سبحان الله بكرة واصيلة الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سمع الله لمن حميده سمع الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا